المجلس الاقتصادي من قناة الرافدين أهلا بكم وصلت أسعار النفطة الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة في ظل تنام التوقعات بأن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة سيستغرق وقتا أطول من المتوقع وتراجعت العقود الأجلة لخام برينت بمقدار 47 سنة لتصل إلى 81 دولار و87 سنة للبرميل في حين انخفضت العقود الأجلة لخام غرب تيكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 48 سنة أيضا ليصل إلى 76 دولار و56 سنة للبرميل ونزلت عقود الخامين عن أعلى مستوياتهما خلال ثلاثة أسابيع تقريبا إذ تراجعت عقود برينت بنسبة 1.5% وغرب تيكساس الوسيط بنسبة 1.4% سجلت أسعار الذهب خلال التعاملات المبكرة مكاسب طفيفة مدعومة بضعف الدولار وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 2026 دولار للأنصة بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ التاسع من شهر شباط الجاري فيما صعدت العقود الأمريكية لأجل للذهب بمقدار 0.1% لتصل إلى 2036 دولار للأنصة ويترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية مثل تقرير مبيعات التجزئة لشهر كانون الثاني الذي قد يقدم مؤشرات على مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية قالت المفوضية الأوروبية أن صندوق التعافي والقدرة على الصمود الذي أنشأه الاتحاد الأوروبي عزز النمو الاقتصادي وفرص العمل والاستثمار بالفعل ووصل بهم إلى منتصف الطريق نحو تحقيق هدف خطته وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين أن الصندوق يواصل دعم التعافي الاقتصادي وتحفيز التغيير الإيجابي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي هذا وتأسس صندوق في عام 2021 ومن المقرر أن ينتهي عمله في عام 2026 ارتفع مؤشر نيكي بمقدار 225 نقطة في برصة توكيو باليابان متجاوزاً الرقم القياسي الذي سجله عام 1989 قبل انفجار الفقاعة المالية التي دشنت حقبة من النمو المتعثر وأغلق المؤشر في ختام جلسته عند 39.098 نقطة بارتفاع بلغ 2.2% بعدما أدت التقييمات المتدنية وإصلاح الشركات إلى جذب الأموال الأجنبية الباحثة عن بدائل السوق الصيني المتضررة وتمكن المؤشر من الوصول في وقت سابق خلال الجلسة إلى 39.156 نقطة متجاوزاً أعلى مستويات إغلاق وأعلى مستوى مسجل خلال اليوم على الأطلاق والذي تم تسجيله في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول عام 1989 وقبل الختام نذكر بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدنار العراقي وبأسعار المعادن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة